مرحبا، أنا مارك سورني واليوم رح نعلن عن كارثة جديدة في عالم الألعاب ونحاول نسحب كل فلوسكم من غير مبرر لو كانت هذه هي المقدمة لحلقة بلاي ستيشن اللي كشفوا فيها عن البلاي ستيشن 5 برو لكنت رح قولك إنهم على الأقل كانوا صادقين لأنه اللي صار بالأمس كارثة الكشف عن بلاي ستيشن 5 برو اللي المفروض يكون يوم مهم بعالم الألعاب ولللاعبين اكتشفنا إنه هو اليوم اللي رح يشكل بداية عصر مظلم في صناعة الألعاب سوني ما كلفت على نفسها حتى تعمل مؤتمر محترم بجودة إنتاج محترمة للكشف عن الجهاز بل طلع المهندس الأسطوري مارك سورني من بيتهم الظاهر من مكتب البلاي ستيشن وبدأ يتكلم عن أبرز مواصفات الجهاز مع شوية عروض جيم بلاي توضيحية لمستوى البرو مبدئياً اسم الجهاز الرسمي هو البي اس فايف برو تماماً كما التسريبات بل حتى شكل وتصميم الجهاز تماماً مثل التسريب اللي اتكلمت عنه قبل كم يوم واللي شفته من مقارنة الحجم عند قناة سي ان اي تي إنه الجهاز أكبر بشوي من السلم لكن كتقدير نظري واضح إنه أصغر من الفايف العادي وهذا شيء كتير حلو بصراحة جهازنا رح يجي بقدرات تقنية متطورة عن البلاي ستيشن 5 بحيث إنه مبني بشكل رئيسي على ثلاثة أمور جوهرية معالج رسومي أكبر، تقنية تتبع أشعة متطورة، تقنيات ذكاء اصطناعي لتحسين تجربة الألعاب بالنسبة للمعالج الرسومي فجهازنا رح يكون فيه 67% أنوية معالجة رسومات إضافية عن اللي كانت موجودة بالفايف العادي مع زيادة سرعة الرام الخاص بالمعالج الرسومي بنسبة 28% مما أدى إلى أن البلاي ستيشن 5 برو بيقدر يعالج الرسومات أفضل من البلاي ستيشن العادي بنسبة 45% أما بالنسبة لتقنية تتبع الأشعة المتطورة، فباختصار رح يكون أفضل من العادي بمرتين تقريباً مع تقديم تقنية ذكاء اصطناعي جديدة كلياً اسمها PSSR اتكلمنا عنها سابقاً وهي تقنية بتحسن الجودة البصرية بالألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي وبالحديث عن تحسين الجودة البلاي ستيشن 5 برو بالكامل مبني على فكرة أننا رح نقدم جرافيكس قوي بدون التضحية بالفريمات فالجهاز ببعض الألعاب المختارة رح يقدم شيء اسمه Pro Mode وهو نمط شبيه بأنماط الجرافيكس أو الأداء اللي بتختارهم شفت لما نمط الفيدلتي بيعطيك 30 فريم لكن بجرافيكس قوي ونمط البرفورمنس بيعطيك 60 فريم لكن بجرافيكس أضعف شوي أيوة نمط البرو رح يعطيك الاثنين بأفضل جودة رح يقدم لك 60 فريم سلسة بنفس الوقت اللي بيعطيك جرافيكس قوي بدون ما تخسر أي شيء منهم نعم هذه هي التقنية الأسطورية من سوني واللي عم يبيعوا جهازهم الجديد عليها وقال لك إنه عند الإطلاق رح يكون فيه 50 لعبة بتدعم لبرو مود متخيلين؟ 50 لعبة فقط يا عم نحن لو ببداية الجيل رح قول لك استحي على دمك فما بالك إنك جاييني بنص الجيل وجايب لي جهاز قائم بالكامل على هالفكرة وبالأخير 50 لعبة وقت الإطلاق فقط ومعظمها ألعاب سوني أصلا بتشتغل بشكل ممتاز بكل الأحوال يخرب بيت الاستهبال لكن في خاصية بالبي اس 5 برو شفتها عندهم بالموقع الرسمي وأنا مستغرب إنهم أبدا ما اطرقوا لها بالفيديو ولا حتى بالانطباعات الحصرية عن شبكة سين اي تي واللي هي خاصية اسمها جيم بوست بتدعم أكثر من 8500 لعبة بلاي ستيشن 4 و 5 بتحسن الألعاب بشكل تلقائي بتستخدم الذكاء الاصطناعي بتشبه الف بي اس بوست اللي قدمتها اكس بوكس سابقا وما طولوا فيها قبل ما يوقفوها فبتمنى إنه بالبلاي ستيشن تكون أفضل لأنه صدق أو لا تصدق هذه الميزة الوحيدة اللي حسيتها فعلا ميزة بتستاهل لكن بتعرفوا شو في ميزة بتستاهل أيضا بالبلاي ستيشن 5 برو؟ الـ 8K يخرب بيت الكذب والدجل يا رجل ارجعنا لنا في السال في الترويج الجهاز بإنه قادر على تشغيل الـ 8K ثم حطر لي هيكي جمهة ملاحظة صغيرة إنه في بعض الألعاب المختارة اللي هي يعني Grand Turismo 7 أنا اللي عم شوفوا قدامي حاليا عبارة عن فلاشباك 2020 كأنه شريط 2020 عم ينعاد بالكامل قدام عيوني كمية علاق فاضي ومحاولات لإقناعك إنه جهازنا قوي وبيشغل الألعاب بشكل أسطوري بس ما في شي فعليا عم تشوفه قدامك حتى تصدق والمشكلة إنه الترويج للبلاي ستيشن 5 برو هو نفس تماما الترويج للبلاي ستيشن 5 العادي أيام لـ 2020 كانوا يروجولوا بإنه جهاز بيشغل 4K و60 فريم بدون أي مشاكل وقد يشغل 8K ببعض الأحيان الآن مع البلاي ستيشن 5 برو عم يروجولوا على إنه جهاز بيشغل 4K وال60 فريم بدون أي مشاكل وقد يشغل 8K ببعض الأحيان ما تغير ولا شيء بعدين شو الاستعراض السيء للجهاز؟ هذا أسوأ كشف شفته بحياتي لأي جهاز ألعاب نحن كنا رافضين إنه يكشف عن الجهاز بحلقة ستيت أوف بلاي بتقوموا بتكشفوا عن الجهاز بحلقة مسجلينها من بيت مارك سيرني؟ هل يعقل إنه سوني بالوقت اللي عم تكشف فيه عن أقوى جهاز كونسل بالعالم وأغلى جهاز كونسل بتاريخهم يكشفوا بهالشكل الهزيل وبهالأسلوب الرخيص انتو لو بدكم ياني اكره هالجهاز بالغصب ما عملته هيك وبعدين يا إنسان معلني عن أقوى جهاز ألعاب في العالم بدون ما تفرجيني ولا لعبة واحدة جديدة عليه لهالدرجة مستغبين الجمهور الاستعراض كان سيء لدرجة إنه ما في أي شي بيحسسك إنه جهاز مطور فبعيدا عن إنهم ما استعرضوا ولا أي لعبة جديدة حتى الألعاب اللي عرضوها كانت مسخرة عرضوا قلّك ديمو لبعض الألعاب اللي عم تشتغل على الفايف برو وقرنوها بالفايف العادي والاستعراض لازم له مجهر لحتى تلاحظ فرق مصيبة لما بتستعرض جهازك الجديد وأول سؤال يطرق على بال المتلقي هو شو الفرق؟ هذا السؤال أنا طرحته وطرحوه الملايين حول العالم شو الفرق؟ وين الفرق؟ ياخي لو أنتم لاحظين خبروني هل أنا بدي أشتري بلاي ستيشن فايف برو بسعر وقدره؟ ولسرا هتكلم عن السعر بعد شوي مشان هذا البرج تبان تفاصيله بشكل أحسن بشوي من البلاي ستيشن فايف بـ The Last of Us Part 2 ياعم ما في بني آدم أصلا بشوف هالتفاصيل ولا بركز عليها لا 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 جد يعني خلونا نشوف هالفروقات العظيمة اللي عم يعرضوها حتى لو شفت الفيديو بالفور كي الفيديو الأساسي اللي منزلينه ما في فرق؟ بقول لك والله شوف كيف زاد العشو بعشوبتين شوف لو زومت شوي هيك بتشوف في نملة عم تمشي على الرصيف ما رح تشوفها بالبلاي ستيشن فايف العادي ياعم شو هالجنون؟ لا لأنه حتى التقنية اللي عم يحاولوا يبيعون قوة الجهاز عليها غير مهمة على الإطلاق أولا لأنها تبدولة غير مثيرة للاهتمام قالك والله يشوف التفاصيل اللي بعيدة كتير كيف صارت أوضح ما حد رح يلاحظ ولا حد رح يهتم وثانيا أكبر خاصية بالبلاي ستيشن فايف برو ما بتدعمها إلا ألعاب قليلة جدا ومعظمها ألعاب نزلت قبل 3 أو 4 سنين وبصراحة بصراحة يعني حتى موضوع اللعب على الفور كي والستين فريم بنفس الوقت لما شفتها ما حسيت إنها ميزة بصراحة بقدر ما تكون سلبية بالبلاي ستيشن العادي فسألت نفسي نحن ليش ما عنا هالميزة بالبلاي ستيشن فايف العادي وليش لازم نستنى البرو لحتى يقدم لنا إياها بالوقت اللي المفروض تكون من أبسط أساسيات الجيل الحالي وأنا ما عمجيب كلام من عندي أنا عمجيب الكلام اللي أنت روجته جهازكم عليه لا يعني بالسابق كانوا يروجوا لجهازهم وألعابهم بشكل أفضل مما تظهر عليه في الواقع لا الآن حتى الاستعراض نفسه تعبان ويصعب تبرير الهدف أو الفكرة من صنع جهاز اسمه بلاي ستيشن فايف برو نعم أنتوا صنعتوا لبلاي ستيشن فور برو بهديك الأيام لأننا فعلا كنا بحاجة لجهاز مطور لأنه الجيل أصلا بدى وكان فيه معالج رسوميات جدا وطعيف لكن الآن شو المبرر للبلاي ستيشن فايف برو أنتوا لحد يومكم هذا ما استغليتوا كامل خصائص الفايف العادي جايت أعمل لي برو وحتى يسيدة لو قدرنا نبرر وجود جهاز اسمه بي اس فايف برو كيف فينك تبرر السعر؟ نعم أساس المتابع لبلاي ستيشن فايف برو مثل ما بتعرفوا رح ينزل فيه 7 نوفمبر يعني 7-11 من هذا العام ورح يجي بنسخة ديجتال فقط ولا يوجد نسخة فيها ديسك ورح يكون سعر الجهاز سبعميات دولار سبعميات دولار يا سوني؟ يخرب بيت أبو أم المسخرة سبعميات دولار هذا فقط بحال حبيت تشتري الكونسل لو بدك تشتري القاعدة شايفين هالقاعدة هاي الصغيرة بدك تشتريها بثلاثين دولار بشكل منفصل ما بتجي مع الجهاز لو بدك تشتري محرك الأقراص للسيديات يعني لو بدك تشغل السيديات الموجودة عندك بالبيت اشتري محرك أقراص المتوافق مع البلاي سيشن سليم نفسه بمية وعشرين دولار لو بدك كنترولر لا الحمد لله رب العالمين انه الجهاز رح تجي معه كنترولر فضلتوا علينا يا سوني فضلتوا على رأسنا من فوق يعني بمعنى آخر انت بتحتاج ثمانمية وخمسين دولار لتشتري جهاز كنت سابقا بتحتاج خمسمية دولار فقط لتشتري يا جماعة قد يكون البعض لحد الآن مش ملاحظ حجم الكارثة اللي موجودة هون فاسمحولي بدقيقة إضافية لحتى فسر لكم الموضوع البلاي ستيشن 5 نسخة الديجتال نزل بالـ 2020 بعز الأزمة الاقتصادية والأزمة التقنية ومعلم كل الأزمات بالدنيا كانت موجودة بالـ 2020 ومع ذلك كان ينباع بسعر 400 دولار الآن بلاي ستيشن 5 بروه الديجتال بمقصين نزل بعدما تحسن الوضع الاقتصادي وبعدما الجهاز نفسه ناجح جداً وحقق أرباح ضخمة لسوني ومع ذلك الجهاز ينباع تقريباً بضعف السعر ممكن ما يفرق معك الموضوع كثير وتقول ماه انا هيك هيك ما رح اشتري البرو اصلا بس ياخي فكر فيها للمستقبل وللجيل الجديد من البلايستيشن سيكس اذا هالمهزلة نجحت معهم فجهز حالك تشتري البلايستيشن سيكس بألف دولار وتشتري الديسك لحال والقاعدة لحال والكنترولر لحال وصدقوني يمكن حتى سلك الـ HDMI تضطر تشتري لحال واذا لحد الان بعد كل هالكلام ما حسيت انه الموضوع كارثي فهذه بحد ذاتها كارثة المشكلة انه هالسعر المبالغ فيه معلنين عنه باسوأ حلقة وباسوأ بث عملته سوني مؤخرا حلقة قمة التسليك وكأنهم عاملينها بلا اي ذرة احترام لجمهورهم وبعدين تسع دقائق الكشف عن اقوى جهاز العاب في العالم بتسع دقائق يا ظالم طيب اعطينا ديمو مطول حسستني انه جهازك صاحي لكن العد التنازل ايه كان اطول من البث نفسه بس اه ترى جهازنا اثنين تيرا بتعرف وين تحط الاثنين تيرا هو جهازك اصلا من اكبر مزايا انك بتقدر تشتري له اي اس اس دي متوافقة وبسعر رخيص وبتقدر تركبها على الجهاز وانتهينا فليش عم تستخدم الاثنين تيرا على انها شي مرة كبير يعني يعني حتى الاثنين تيرا تبعك ما عم تحلل فيها القرش صدقني بالعكس راح تخليني استحقرك اكثر ويبان قديش عم تستخبيني عجيب كيف انه بعد كل هالقصة وبعد كل هالاشاعات وبعد كل هالتسريبات وبعد كل هالقصص ايجانا الجهاز اللي الحمد لله اخيرا رح يشغل بعض الالعاب العاب معينة فقط بالفور كي والستين فريم شكرا صراحة تعبتوا حالكم يا جماعة من زمان ما شفت فيديو لسوني فيه هالكم الكبير من الدسلايكات هذا بيوضح لك الانزعاج الواضح من الجمهور واولهم جمهور سوني لا تجيني وتقولي اذا ما عجبك لا تشتري لا 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 ابدا العقلية هاي تحديدا هي اللي راح تطمع الشركة فينا لطالما في ناس عم تدافع عنها بهالشكل الاعمى واعذرني لو انت ايضا بتفكر بهالطريقة فانت جدا غلطان الموضوع مش موضوع عجبك اشتري او ما عجبك لا تشتري الموضوع موضوع مبدأ وانه نحن مش لازم نسمح لسوني تستغل موقفها القوي حاليا وضعف المنافسة في الطرف الاخر لحتى يسرحوا ويمرحوا ويحطوا اسعارهم الفلكية للالعاب والاجهزة عموما لايك واشتراك بالقناة لأو عجبكم الفيديو واكتبولي بالتعليقات رأيكم بالبلاي ستيشن فايف برو اشتركوا في القناة